طيب نروح بورسعيد نروح بورسعيد مقتل شاب مصري خلوا نشوف صورة الشاب يا جماعة الاول كده عشان نبقى ده الشاب هذا الشاب في الحقيقة شاب عادي خالص من بورسعيد اسمه امير القاضي ده رحله ظابط المباحث الرائد حسن الخولي وفضل يضرف فيه غاتل مموته هل الرائد حسن الخولي ظابط في جيش الدفاع الاسرائيلي لا هل امير القاضي عضو في منظمة حماس لا طيب ايه كمية الفترة اللي جابها الرائد حسن الخولي وجابها منين لدرجة الوصول بانه يصل اللي انه يضرب بناء ادم في موته يعني حجم الزعل والمشاكل اللي موصلة هذا الرائد اللي مفروض نمعه مباحث وهو متضرب بقى على التعامل مع الجماهير ومتضرب على العمل تحت ضغطه متضرب ومتضرب ومتضرب كل اشكال التدريب اللي تتخيلها ولا ما تتخيلهاش ازاي هذا الموقف يحصل وازاي احنا يعني يبقى عندنا هذا النوع من العنف الداخلي ونتساءل هو العنف الاسرائيلي بيحصل ازاي تقريبا تقريبا المشهد مش بعيد عن بعضه انا معرفش امير القاضي ومش عارف سجله الامني كان عامل ازاي هل هو شخص يعني مصير للقلق والمشاكل ولا لا بس انا هفترض معاك ان امير القاضي ده كان واحد من اخطر المجرمين او اخطر الشخصيات في مرسعيك كلها هل حاجة في القانون او في الاصول او في المجتمع تعطي لنفس بشرية كل الفرق ما بينها وما بين النفس البشرية الاخرى للمقتول هو رتبة مدنية موجودة بعد التخرج من كلية الشرطة الاجابة لا لا فيش لكن هو الاحساس بالتسلط واحساس المواطنين المصريين بالقهر امام هذا التسلط هو اللي خلى حسن الخولي يعمل في امير القاضي هذا القتل المريح اتمنى انه النائب العام الجديد يولي هذه القضية برعايته القانونية العبلية واتمنى انه النائب العام الجديد لا يتوقف عن النشر في كل لحظات هذه القضية حتى وصلنا لحكم قضائي منصف لامير القاضي ومنصف لحسن الخولي ايوة الرائد حسن الخولي لازم تحبس ايوة كل من قتل في هذه البلاد تواكن بردبة مدنية او بدون ردبة مدنية او بردبة عسكرية او مواطن عادي يجب ان يقابل قاضي طبيعي يصل به الى حكم عادل هذا الحكم العادل ومهما كانت عدده لن يرضي اهل امير قاضي واكثر شيء ممكن يشعر به اهل القاضي امير هو ان يخزلهم ذلك القاضي الجالس على منصف الحكم هي عودة حضرتكم مرة اخرى الى سلخانات اقسام الشرطة يعني هي هذه القضية بس حضرتكم تعرفوا ابعاد ايه ده شاب امير القاضي ده حضرتكم عنده تسعتاشر سنة سنة اولى اه رايل في مدارس مدارس سنايا هو مولود في مصر اه ولكن اردني يعني والده رجل اردني متزوج ام مصرية امير هو واخوه صغير ستاشر سنة اخوه عمر له حسن بيه الخولي رئيس مباحث بورتسعيد واضح ان الراجل حتى سميته سيئة جدا الناس لو حضرتكم اهالي بورتسعيد ممكن اي حد يعني بيقوله دائما وقبل ان هو بيعمل الناس بمنتهى العنجهية وايضا الاعتداءات والتعذيب فهو سيرته سحية سبقايا لهم راح فيه بلاغ جاله ان فيه حدث سرق واضح الناس اللي هو يعني يقدم البلاغ ازاي اهتمام خاص من سيادة سيادة الرائد حسن بيه الخولي فراح البيت واخد امير تسعتاشر سنة واخد اخوه عمر ستاشر سنة وراح سعدته في مكتبه واصر بنفسه ان هو يعذبه ان هو يضربهم تعذيب تعذيب ليه لا باكمله تاني يوم الغريب بقى من تعذيب ان تنم قتل هذا الشاب امير بطعنى نافذة في الصدر يعني كمان بيعذيهم بقى لحده طعنى اخوه بعد ما قتلوا امير امجون افرجوا عن ايه اخوه فاخوه رجع رجع قال ابو قال امه قال للناس ما حدث امام عينه من تعذبهم اتدع عليهم من طعنى اخوه وقتله في مكتب حسن بيه الخولي وبالتالي والده راح ليه قدم لليه رئيس النيابة الكلية في برسعيد بلاغ لوزيد الداخلية بلاغ قدم لعادل بيل غطبان محافظ برسعيد بلاغ والراجل والشهادة موثقة من اخوه انه شاف كله قدامه حتى اخوه بيقول انه هو قال لي بالنص كده قال لي انا بموت قال لي انا بموت الحقوني قبل ما يخرج طبعا ده صورة هذا الشاب هل المعاون والمباحث حسن بيه الخولي اللي كان معاه المخبرين ومعاه السادة اللي شغالين معاه يعني طبعا ملأسف كبير ان حسن بيه بيضرق دواب المشكلة من لما والده الشكة حسن بيه راح بسلاح ابيض وهدد والده ده راجل يعني ده مش معقول يكون راجل امن ده مش ممكن يكون راجل امن ابدا يعني هذا الترويع والتعذيب والقتل ثم ترويع اهله وبوه بهذا الشكل زي ما اخوه بيقول اخوي قالي انا بموت عمر خلي مما وبابا يلحقوني قبل ما يموتوني ده قبل اكل اذا قتل هذا الشاب 19 سنة واتضح من اقواله واقوال اخوه ان ما فيش اصل عليهم ليس ثالب حقهم اي ائدانة لا سرقة ولا غيرها ولا لوم صحيفة ولا اي حاجة ده ساعتك الوصف طبعا واحدة من المنظمات الحقية اللي هي اخدت هذا الموضوع وبدأت تتحرك به هي الشبكة المصرية لحق الإنسان اللي طلعت هذا الموضوع للألام واللي عندهم امل ان اي جهة قرائية او النيابة العامة او النائب العام ياخد هذا الموضوع على المحمل الجدية قتل الشاب داخل قسم شرطة ثم بيقولوا من خلال شهود العيان ان حضرته حسن بالخولي رح رجع تاني بعد ما قتل الولد شل الكاميرات من الشارع والكاميرات من البيوت والكاميرات عشان يطمس معالم الجدير ايه الجبروت ده يعني انا مش فاهم ايه الجبروت ده قاعدين برضو نفس القصة الناس بقدموا بلاغ للنائب العام وحتى القلم يبت فيه يعني جماعة الارواح ليست رخيصة الى هذا المدى يعني والده قدم بلاغات والمنظر الحقيقية دين بلاغات في واحد ابنهم قتل تسعتاشر سنة اضع في الايمان ابدأ بتحقيق فوري لما ان مرة اخرى ان تعود الاقسام بهذا الاعتداء والتعذيب للشباب او غيرهم للأسف دي القضايا اللي بتطلع للسطح لما خافية اعظم واعظم واعظم ما لم يصل للصحافة من اعتداءات وتعذيب اقسام الشرطة للأسف ان ظهرت قضية واحدة حط جنبها تلات صفار في الف قضية لم تظهر